الساعة الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة والسادسة تحياتي طبعا لكل الأهلوية اللي بيتابعونا وقبل سمحولي يعني قبل ما أدخل في تفاصيل حلقة النهاردة خلييني الحقيقة أقف مع علامة استفهام كبيرة جدا وبداية قبل ما أطرح على حضراتكم الشيء الغريب اللي يسمى أو يندرك تحت مسمى غريب وعجيب وممكن أحط كمان بين قصين مريب جدا خلينا نتفع على أنه النادي الأهلي على مدار تاريخه كله الحقيقة يمكن يكون أكتر الأندية المصرية انضباطا وأكتر الأندية المصرية حرصا على تطبيق اللوايح والقوانين ومن الصعب جدا في أي فترة من الفترات أنك انت ممكن تضبط مخالفة أو مشكلة متعلقة بالنحية الإدارية والنحية القانونية في النادي الأهلي. النادي الأهلي طول عمره الحقيقة بيدوم قامات كبيرة جدا قامات قانونية وخبرات قانونية على أعلى مستوى ومش ممكن تحت أي مسمى أو لأي سبب من الأسباب يكون فيه خارق بأي شكل من أشكال لأي نص أو أي بند قانوني. هذا لم يحدث أو على أقل تقدير في حدود معلوماتي وخبرتي هذا لم يحدث مطلقا مع النادي الأهلي والحقيقة كمان خليني أكد أنه دايما إدارة النادي الأهلي أو إدارات النادي الأهلي المتعاقبة. مش بس باتكلم على إدارة كابتن محمود الخطيب. هي دايما حريصة على أنه يكون فيه تطبيق كامل للوايح والقوانين في كل شيء مرتبط بإسم النادي الأهلي حقيقة علامة الاستفهام اللي كنت بكلم حضراتكم عليها متعلقة طبعا بتعليق اعتماد فوز الوزير عمري فاروق بمنصب رئيس النادي الأهلي. إحنا طبعا تابعنا مع حضراتكم على شاشة النادي الأهلي عملية الانتخابات من أولها لآخرها. جزء منه نقل الصورة لكل محبي وجماهير النادي الأهلي وجزء كمان مرتبط بفكرة الشفافية في طرح إجراءات العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها وخلينا أقول لحضراتكم ليه بقول علامة استفهام كبيرة جدا أو علامة استفهام غريب. موقف غريب جدا وغير مفهوم وغير مبرر وليس له أي سند قانوني يعني احنا بنحاول ندور إيه ممكن يكون المنطق أو المبرر القانوني وراء تعليق اعتماد فوز الوزير عمري فاروق بمنصب نابر رئيس. مش لأيين تعنت غير مفهوم على الإطلاق. من الوارد أنه يكون هدفه الإساءة للنادي الأهلي من الوارد أنه يكون واحد من أوجهه عقاب النادي الأهلي على أنه فاز بأفضل مؤسسة رياضية. احنا مش فاهمين بصراحة يعني محدش فاهم. محدش قادر يستوعب منطقية القرار ده. لا يستند لأي نوع من ليس له أي سند قانوني. ليس له أي مبرر قانوني. مالوش أي منطق. والحقيقة حتى اللحظة كمان محدش علق أو وضح إيه وجهة نظر الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية في عدم اعتماد فوز الوزير عمري فاروق. خلينا أقول لحضراتكم القصة من أولها لآخرة. لأنه يعني فيه أمور كتيرة جدا تكشف لحضراتكم أوجه العوار أو أوجه الشبهة فيما يتعلق بالنقطة دي. بداية كل الإجراءات كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية تم عرضها على الجهة الإدارية وتم عرضها على اللجنة الأولمبية. وتم أخذ الموافقة عليهم كل إجراءات خاصة بالانتخابات. عملية الانتخابات نفسها تم مراجعتها. وتم إقرارها وتمت الموافقة عليها من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية قبل بدء العملية الانتخابية. نمرة 2. الجزء الخاص بأسماء المرشحين والجزء الخاص بالمستندات الخاصة أو أوراق الترشح الخاصة بالسدر المرشحين تم إقرارها وتمت الموافقة عليها من قبل ما تبتدي عملية الانتخابات. نمرة ثلاثة استمارة الانتخابات نفسها اللي بتعرض على الجامعية العمومية عشان يتم التصويت عليها. وإذا كان معنا صورة الاستمارة ياريت نوريها لحضراتكم. الاستمارة دي تم عرضها وتم الحصول على الموافقة الخاصة. بدي استمارة التصويت بتاعت الجامعية العمومية. استمارة الانتخابات اللي بتتضمن كل أسماء المرشحين كل على منصبه. لو نقدر نعمل زوم على منصب نائب الرئيس. طبعا بما أنه المرشح الأوحد لهذا المنصب كان السيد العمري فاروق فكان الخانة بتاعت انتخابه موافق أو غير موافق. يعني بيطلب من السيد الناخب أو عضو الجامعية العمومية أنه في الخانة دي أو في المنصب ده على وجه التحديد يقول هو موافق على اسم العمري فاروق ولا مش موافق. عشان تبقى لللايحة اللي بتنص على أنه في حال موافقة 25% من نسبة الحضور في الجامعية العمومية على هذا المنصب يفوز بالتسكية. دي لايحة النادي الأهلي اللي بتقول كده. وغالبا يعني معظم اللواح أو يعني كل الأندية حتى الخضيع على نفس الجهة الإدارية تقريبا نفس النص بينطبق عليها. والنص ده كمان مطابق لللايحة الاسترشادية الخاصة بالجهة الإدارية. نحن مش عاملين يعني لايحة النادي الأهلي مش بتنص على حاجة خارج السياق. ده نص تقريبا شبه متفق عليه. ورغم ذلك خليني أقول لحضراتكم أنه سيد عمري فاروق مش بس تتجاوز نسبة 25% ده وصلت نسبة التصويت بالموافقة على فوزه بمنصب نائب الرئيس لحوالي 94%. نحن نتكلم على 22500 هم عدد الحضور في الجامعة العمومية الراجل واخد أكتر من 14472 صوت. دي قصة تانية. نروح لبقى لمحضر منقشة جدوى الأعمال على الجامعة العمومية اللي برضو الحقيقة تم إقراره وتم موافقة عليه من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية اللي بترقب الانتخابات واللجنة الأولمبية والجهة الإدارية واللي هي طبعا مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. والمحضر ده وطبعا كان بحضوره توقيع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل. وطبعا المحضر ده بمدرك بيه كل الأسماء اللي تم فوزها وتم إقرار فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس. ليه العمري فاروق؟ والسؤال هنا ماذا لو؟ يعني خلينا نحط السيناريوهات اللي ممكن تحطنا في موقف مشابه ونحاول نلاقي إجابة عليها. يعني إذا كان عدد المرشحين على كل المناصب الخاصة بمجلس تدارة النادي الأهل الجديد ما كانش قدامهم أو كان عددهم مساوي للمناصب الخواية أو المناصب المطروحة في الانتخابات وفازت كل هذه العناصر بالتسكية إذا ما استوفت نسبة الخمسة وعشرين في المية اللي بتنص عليها اللايحة. كنا هنعمل إيه؟ هنعلق فوز مجلس الإدارة. طب مين هي دير النادي؟ طب على أي أساس؟ مع العلم أن فيه حاجات مشابهة حصلت في أندية يعني إحنا ما بنلجأش الحقيقة إلا لأمثلة دفاعا عن حقوق النادي الأهلي. حصل ده في بعض الأندية في أكتر من منصب وتم اعتماد فوز. أقول تحديدا بالأسماء نادي الزهرون نادي هليوبلس. في أكتر من منصب وتم اعتماد فوز مجلس الإدارة بالنتيجة. ليه الأهلي؟ وليه بنيجي مع كبير الأندية المصرية ونصطدم؟ وخصوصا أنه ما فيش أي سنة قانوني يسمح لنا بدا. مصر بالتأكيد ما فيش شك أنها دولة قانون. ورأس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد على ده في كل مناسبة. مصر دولة نظام وقانون. واللي بيحكمنا في النهاية في حالة أي وجود في حالة وجود أي خلاف من أي نوع هو القانون. وموايد القانون واللوايح اللي بتحكمنا. وأعتقد أنه عدم اعتماد فوز السيد عمري فاروق بمنصب نائب الرئيس مالوش أي سنة قانوني. وإذا كان فيه ننتظر جدا جدا أنه حد يطلع علينا ويقول لنا إيه هو السند القانوني اللي على أساسه تم تعليق فوز السيد العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس. النادي الأهلي يمكن نزل بيان. خليني أستعرض مع حضراتكم بعض تفاصيله. طبعا ده بيان نادي الأهلي اللي ظهر حقيقة. الأهلي بيكشف كل الحقائق ويطالب وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بتنفيذ اللوائح والقوانين. كشف النادي الأهلي كل الحقائق التي تؤكد على فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس نائب رئيس النادي بالتسكية وفقا لللوائح والقوانين في الوقت الذي قامت فيه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بتعليق اعتماد فوزه وطلب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة بالمخالفة لللوائح والقوانين وطلب النادي كل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في خطبات رسمية اليوم بمبادلة الأهلي للتزام باللوائح والقوانين واعتماد فوز العمري فاروق نائب لرئيس النادي بالتسكية خطأ سقط سهوا ما اعتقدش انه بأي شكل من الأشكال فيه أي مبرر أو سند لهذا القرار وننتظر الحقيقة انه عودة الحق لأصحابه وننتظر كمان تبرير لهذا الموقف اعتقد ده حق أصيل جدا للنادي الأهلي ولجماهيره